السلام عليكم عيني أبطال صف الأول المتوسط بدأك الموضوع أو بدأك الدرس الثاني من هذا الفصل أخذنا موضوع الفلزات وشن صفاتها وخواصها اليوم سنأخذ نكمل موضوع لأخذ اللافلزات وأشباه الفلزات نأتي الأول شيء اللافلزات هي العناصر التي تقع على أيمين الخط المتعرج في الجدول الدوري على خط المتعرج في الجدول الدوري فيه معدل هيدروجين مثل الأكسجين والكبريث لماذا فيه معدل هيدروجين؟ لأننا قلنا بدأك الدرس أن الهيدروجين هو عبارة عن أنصر لا يرتبط بأي موضوع بالجدول الدوري فمرة تجدها يأخذ سلوك الفلزي ومرة تجدها يأخذ سلوك لافلزي وهذا هي الأنصر المكتئب اللي لا يعجبه هذا يروح لهناك لا يعجبه هذا يروح لهناك فهذا الهيدروجين نأتي خواص الفلزات أول شيء قدناها بالمقارنة ليس لها لمعانا فهذا شيء غير قابل للطرق والسحد واللافلزات الصليبة دائماً ما تكون هشة وسريعة الكسر وكثيراً ما تكون لماذا تكون هشة وسريعة في الكسر لأن اللافلزات تمتازن بها إلكترونات أين؟ مداخل خارج فهذه الإلكترونات أصبح قوة جذب قوية ما رح حصير أكون تنطية موجودة وين بالإلكترونات فش رح حصير أنت أقل ما تطيها قوة طرق أو سحب رح تتكسر أو تتهشم زيء واضح؟ زي أن اللافلزات تكون غازات اللافلزات الغازية تكون غازات في درجة حرارة الغرفة بس البروم رح يكون سائل بهاي الدرجة ثالث نقطة رديعة التوصيل للحراورة والكهرباء أربعة تمتلك معظم اللافلزات العديد من الإلكترون في المدار الخارجي لها عكس الفلزات لذلك هي رديعة التوصيل للحرارة والكهرباء يعني التوصيل للحرارة والكهرباء يتمد على الإلكترونات الموجودة بالغلاف الخارجي وخاصة إذا كانت ما مشبعة أو أقل من نصف العدد الذي يشبع بين المدار الخارجي يعني أربعة أقل من أربعة ثلاثة ثلاثة واحد واضح طلب ليه إش تختلف الفلزات في الخواصة عن الفلزات؟ عين طلب نجح نقرأ معظم الفلزات تحتوي على العديد من الإلكترونات في مدار الخارجي واضح؟ وهذه الإلكترونات ترتبط بإحكام مع النواة نتيجة قوة جذب النواة لها ولهذا السبب فإن الإلكتروناتها ليست حرة الحركة هاي أول شيء ثاني سبب تميل أغلى ذرات اللافلزات لاستقبال الإلكترونات من ذرات العناصر الأخرى لتكوين أيوناس سالبة فإسأل إيش الفلزات؟ تختلف عن خواصة عن اللافلزات الفلزات تكون بها إلكترونات موجودة بمدار الخارجي قليلة يعني مثلا أدي ذراتين خوش هاي واحدة بها واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة خوش أو لا بس خمسة عفوا بس خمسة وعندي آني ذرة ثانية بها بالي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مانية تسعة عشرة هاي حتكون فلز هاي عنصر فلزي هذا عنصر لا فلز هذا هنا جيد التوصل للكهربا خوش هانا لا بردي التوصل للكهربا والحرارة ليش بوعلي انتبهلي بالمدار الخارجي أنا عندي بس ثلاثة ثلاثة أليكترونات فهاي الثلاثة أليكترونات تقدر تشرد عن النواة يعني ما ممتل المدار الخارجي فغحصير عندي آني أليكترونات حرة هاي الأليكترونات الحرة هي اللي سوى توصيل الكهرباء أو تكون تيار الكهربائي لا فلز لا مشبأ المدار الخارجي مشبأ كذلك بزيادة عدد الأليكترونات عندي الموجودة بالذرة فاشتراح يصير عندي أريدك تنتبه لعلى هاي النقطة زيادة أليكترونات يعني شنو يعني زيادة قدرة قدرة تجذب بينه وبينه النواة فهيصير صعبة 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 أن تروح من النواة فبزيادة الأليكترونات تزداد قوة تجذب يعني بدلا ما عندي عندي أليكترون واحد تجذب النواة وهنا عندي خمس أليكترونات تجذب النواة فهذا يشريد بسرعة هذا أني لا بلشون هاي شعبيني المثل ما العددان هواي وما ينكسرين هنا نطبق نفس الشي فإذا كانت عندي أليكترونات هواية زيادة بقوة تجذب الأليكترونات ما رح يصير حرية رح يصير عندي ردائر بالتوصيل بالحرارة والكهرباء عدت الفلز ثاني شي تميل أغلب الذرات الفلزات لاستقبال الأليكترونات شنو العناصر اللي تستقبل الأليكترونات شانت فوق نصف العدد النصف العدد اللي يمتلي بي المدار الأليكتروني يعني مثلا هنا أنا عندي سبعة مو ثمانية جال عندي سبعة رايش يسوي تجذب الأليكترون مثل ما تعلمنا أخذناها بأول أو أول شرحنا رح تكون أيون سال عكس الفلزات الفلزات تريد بس تنطي واضح طلاب إذن طلاب هسا نقول الاختلاف اللي صار بين اللافلزات والفلزات هو اللي سببين أول شي معظم الفلزات تحتوي على عديد من الإلكترونات بالمدار الخارجي وهذه الإلكترونات ترتبط بإحكام مع النواة نتيجة قوة جد بالنواة لها أرقنا ليش لهذا السبب الإلكترونات ليست تهرة الحركة الثاني سبب تميل أغلب الذرات اللافلزات لاستقبال الإلكترونات من ذرات العناصر الأخرى لتكون أيونات سالب هسا نجي الموضوع الثاني أشباه الفلزات هي العناصر التي تكون الخط المتعرج الفاصل بين الفلزات واللافلزات في الجدوى الدوري مثل ليش مثل البورون والسيليكون قبل أن أذهب أشباه الفلزات أهمية الفلزات أو هذا القطع من أشباه الفلزات القطع زين أستاذ ما هي أهمية للافلزات في حياتنا أنا عندما في الدورة الثانية والثالثة عندي مجموعة من العناصر هذه لها كل شيء أهمية بتركيب جسمنا وتركيب الكاربوهيدرات والبروتينات التي تجعل جسمنا قوي وهي الكاربون النيزروجين الأوكسيجين الكبريت الفيسفور ذني دخلنا بركبات على مدكونا هاي المواد مثل الكاربوهيدرات والبروتينات الموجودة وين في جسمنا فأهميتها كل شبيرة بحياتنا نجي الموضوع الثاني أشباه الفلزات هي العناصر التي تكون الخط المتعرج الفاصل بين اللافلزات والفلزات في الجدول الدورة مثل مثل البورون والسيليكون هذا حنصر السيليكون الموبايلات والتقنيات كلها معتمد على هذا السيليكون أنا معظم نلاحظات تشترك في بعض هذه اللافلزات تشترك في بعض خواص كل من الفلزات وأشباه الفلزات مثلا أشباه الفلزات الصليبة لها بريق معدني بس مو قوة مثل بريق الفلزات واضح؟ نسميه شبه فلز لها لأنها ليس فلز كامل شبه فلز معظم أشباه الفلزات موصلة للحرارة والكهرباء ولكنها ليست بدرجة توصيل الفلز نفسها يعني تمثلا عندك خط تبديل وخط نازل أساسي يجب لعب أول لازم هيا عصلا الخط الزياني يلعب أول لعب أساسي ليش لأن هذا لعب حلو أوكي اللي عندي قاعدين بالتبديل هم يلعبون طو هم يعرفون يلعبون طو بس مهارتهم ممثل اللي ينازلين بالملعب فهل ساعة نفس الشي أول الشي لا بريق معدني يلعبون باصات بيناتهم اللي قاعدين بالتبديل بس مو مثل اللي نازلين الأساسيين اللي وضيعهم اللاعب المهاجر الموجود يم بالجول لكنها ليست بدون التوصيل بالفرزات نفسها لذا تسمى في بعض الأحيان أشباه الموصلات شو نسميها أشباه الموصلات لأن الموصلتها مو قوية هيا كمنا بالنسبة لأشباه الفرزات والفرزات واللافرزات زين نجس هذا الموضوع مواقع العناصر في الجدوى الدوري وخواصر يعني يعني إذا كان العنصر وكذا موقع هذا شو نخواصر ويهل المواقع الثانية ويهل العناصر الثانية هذا شرح كله بنقطتين من الموت العناصر أريدك تبا بعض ركز لي بيها العناصر التي تقع في نفس الزمرة الزمرة العمودية تتشابه بالخواص مثل من يعني مثلا عناصر الزمرة الأولى كلها في الزات الزمرة الأولى دع أحكي لك العمودية الأول بينما عناصر الزمرة السابعة كيف هي كلها في الزات واضح طلاب نجي لل السبب الثاني أو الأنصر الثاني الموجود عدي اللي بي شرح هذا العناصر التي تقع في نفس الدورة لا تتشابه في الخواص مثلا عناصر الدورة الرابعة تتغير من فلزات إلى لا فلزات مثلي اش مثل البوتاسيوم ينتقل يصير حد ما يوصل للنيكل البوتاسيوم عندي يعني فلز يروح للنيكل لا فلز بعد هس عدي شغلتين بعد ما كو خلص عندي شغلتين بهذا الموضوع العناصر بنفس الزمرة تتشابه بالخواص والعناصر اللي بنفس الدورة ما تتشابه بالخواص واضح طلاب عندي العنصر الأخير بكل دورة إذا شايف هساعدكم هذا الجدول الدوري آخر شي من ناكل انصحوا للغازات النبيلة مو بالأخير زين ندني شنو الخاملة ليسموه النبيلة احنا عدنا اكو عناصر نسميها نشطة وعناصر غير النشطة شنين عناصر النشطة وشنين عناصر غير النشطة نجي اي درسم انا شنو عندي عندي دردين شنو عندي دردين يعني هاذا شنو اي در خل درسم انا انا اموت عندي هاي در نو ادارين ثلاث واضح وعندي هنا واحد نو واحد اين ثلاث اربعة هاي بيها الكترونات معين واحد اين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة اماني تسعة عشرة دعش اربعة 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 تعبت من الحساب شوفوا لي هاي بيها ثلاث مدارات خوش وبيها عدد الكترون بالمدار الخارجي ثلاثة هنا هاي بيها أربع مدارات وبيها المدار الخارجي ممتلئ هنا لحصير باقي قوة الجذب قوة الجذب هنا بهاي لهم ثلاث مدارات تكون قليلة ليشين عدد الكترونات ومدارات أقل منها هاي قوة جذبها كبيرة قوة جذبها كبيرة في العنصر النشط هو العنصر اللي تكون عدد الكترونات أقل من العناصر الغير نشطة واضح طلاب العنصر النشط هو العنصر اللي تكون عدد الكترونات ومدارات أقل من العناصر الغير نشطة يعني النشاط مالتها هو عدد مشاركتها بالالكترونات الحرة فهاي بيعتلت الالكترونات وعدد قوة جذبها قوة جذب الالكترونات وهي النواة قليلة إذن ستكون هاي نشطة تنطع الالكتروناتها على مودي يصير أكو توصيل تيار كهربائي وتوصيل حرارة هاي الغير نشطة قوة جذبها للالكترونات كبيرة فما رح تنطيها بسهولة ما رح تنطيها شنو؟ بسهولة العلماء هاي يسميها غاز نبي ليش غير نشط قبل العلماء كانوا يعتقدون ان هاي الغازات خاملة يعني واقفة مكانها ما تتفاعل أو ما تشترك بتفاعل بالمستقبل طلعوا على غلط طلعوا هاي العناصر لا الها تفاعل يعني هم تتفاعل فسموها بالغازات النبيلة شنو نبيلة هي غير نشطة بس تلغط على روحها على موت تتفاعل تنطم الروحة فسموها نبيلة واضح طلاب؟ هذا إذن موضوع عن اللافلزات والاشباح الفلزات ومواقع العناصر بالجدول الدوري هس نجي العائلة عائلات الزمر اللي موجودة عدنا ذاك الدرس أخذنا الزمر الأولى والزمر الثانية القلوية والقلوية الترابية هس نجي للباقيات هين طلاب؟ وصلنا إياكم الموضوع خواص العناصر أو خواص الزمر العائلة هذا الموضوع هس عوف الكتاب وحلنا صافحة 55 بالكتاب طلع على الجدول الدوري آنوا إياكم راح نقرأ هذا الموضوع على شكل معلومات عامة على شكل شنو معلومات عامة فما ردك تأخذ هذا الموضوع كأنه الدراسة لازم تأخذها بالبداية نقرأ على شكل معلومات عامة وبعدها نحفظها طلع لي صافحة 55 بالكتاب اللي هي مرسومة بها الجدول الدوري نروح للزمر الثالثة اللي هي يسميها عائلة البورون عائلة البورون ليه؟ شين تبدو بأنصر البورون من مميزات هاي العناصر الموجودة في هاي الزمر نجي نشوفها شين هي أول شي بالزمر الثالثة أنصر البورون هو الأنصر الوحيد في الزمر الثالثة اللي هو شبه فلز سريع الكسر واضح؟ أنصر البورون هو الأنصر الوحيد في الزمر الثالثة شبه فلز عائلوشي شين مبعد معلومة عامة؟ هو فلز سريع الكسر يستخدم في صناعة حمض البوريك الذي يستخدم كمادة مطهرة مطهرة ماشي واضح طلاب شون هذا التايت والديتور والأسوار إذن أول معلومة عدنا أنصر البورون باوالي باوالي عنصر البورون وين موجود بالزمرة الثارثة ليعادة البورون هو الأنصر الوحي في الزمرة الثارثة اللي هو شبه في لز شوفوا بادي الخط المتعرج بادي بالبورون شنو بعد سريع الكسر يستخدم في صناعة حافظ البوريك اللي يستخدم كمادة مطهرة نجح للمن ننزل للأنصر الثاني اللي جواه هو الألمنيوم الألمنيوم يوجد بوفرة بالقشرة الأرضية لذلك يشوف السربيوت البيبان اللي نستخدمها للمطابق الكاونتات كلها الألمنيوم العناصر الأخرى اللي جواه اللي القاليوم والساليوم هي فلزات والأنيوم هي فلزات أيضا واضح طلاب إذن من هذه الزمرة الخواصة عنصر البورون وعنصر الوحي شبه في فلز أما الباقيات فإننا كلهم فلزات واضح عبروا لعلب صفحة الزمرة الرابعة شنو خواصها عناصرها شنو خواصها نبدأ بالكاربون اللي هي سميها عالة الكاربون أول أنصر موجود بيها هو الأنصر الوحيد اللاف في الزي في هاي الزمرة الرابعة واضح طلاب هو الأنصر الوحيد اللاف في الزي في الزمرة الرابعة وإلى صورة عديدة مثل يش فهم لقرافيت والألماس فهم والقرافيت والألماس الكرافيت هذا اللي نستخدم إذا نكتب بيها قلم رصاص هذا هو غرافيت مو مادة رصاص لا هذا مادة غرافيت بعد تحتوي معظم المركبات الموجودة في الكاربون الحية على الكاربون حلو يعني احنا بينا شنو بينا كاربون زين بعد انزلي علي الجوة السيليكون اس آي ليها موجود الزمرة على السيليكون اس آي شبيه السيليكون السيليكون والجرمانيوم الجوة ليهو جي اي من أشباع الفلزات واضح طلاب أشباع بس أول واحد قدنا شنو لا فلزي الباقيات أشباع الفلزات ومركبات السيليكون توجد نسبة 60% هم بالقشرة الأرضية بعد آخر شي عندنا الرصاص والقصد تعد فلزات ايضا واضح طلاب إذن عندي هنانا شنو آي هذه الزمرة بيها لا فلز وبيها شبه فلز وبيها فلز هيش قسم لا فلز شنو عندي آني الكاربون شبه فلز شنو عندي السيليكون والجرمانيوم والفلزات شنو أبقى عندي فلزات آخر انصر واضح طلاب ننجي للزمرة الخامسة عائلة النايتروجين ليش الأول أنصر بها هو النايتروجين آلبو النايتروجين النايتروجين هو أنصر لا فلز صليب يدخل يدخل في تركيب العظام والأسنان والحمض النووي بعد تستخدم مركوات الزرني كمبيل حشري يعدل أنت مون شبه فلز أما البزمون فهو فلز إذن عندي هنا شبه فلز وعندي فلز وهما عندي لا فلز أجزة النايتروجين عندي لا فلز خوش طلاب الفسفور عند شنو لا فلز بقى عندي شنو الزرني الزرنيخ كمبيل حشري هاذا هم فلز ها الزرنيخ والبزمون هنه شبه فلز وعندك آخر شي هو الفلز شنو عندي البزمون لا 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 الزمرة الخامسة العيدة الزمرة الخامسة وصلنا لكم الزمرة الخامسة عالة معتروجين ليش البوناتروجين نسميها يعني اول انصر به هو النايتروجين اول شي انقسمه النايتروجين انصر فلزي يقع في الزمرة الخامسة ويشكل 78% من المكونات الهواء الجوي اذا هنه شو سوقاني بعض طلاب انت شون هيتش شدني تريد تحفظ هين اقول مثلا هاي الزمرة الخامسة مثلا اخلي بيها فلز لا فلز شبه فلز هاي ايه لك العلمود لات خربط لك العلمود لات خربط جو سيأتي السؤال ما هي خواصة زمرة الخامسة خوش او ما هي خواصة العناصر موجودة في الزمرة الخامسة فعلم لات خربط او اشي عندك النايتروجين انصر لات في الزي اذا اخلي هنا شنو النايتروجين اكمل خواصة يقع في الزمرة الخامسة يشكل ما يعني هذا الهواني يشكل من عنده 78% هو النايتروجين وتحتاج كلاعنات الحالي في تكوين البروتينات البروتينات هذا يفيد عضلات يفيد جسمنا على نتطينا الطاقة الجيشين الثاني انصر به الفيسفور الفيسفور تقول الالتر لا فلزي وانا اخلي اذن هو النايتروجين الفيسفور خوش الظلاب واضح شنو محلوماتنا عن الفيسفور انصر لا فلزي صلب يدخل فيه تركيب العظام والاسنان والحمض النووي هاكملنا من اول حنصرين نجي يبقى لحدنا انصر شنو الزرنيخ و الانتيمول الزرنيخ و الانتيمول اشجحوا فلزات وانا نجد هنانا الزرنيخ اكتب والانتيمول اشجحوا اول شي شنو معلوماتنا عن الزرنيخ يستخدم كأمبيد حشري صبح بقى العنصرين عندي الانتيمول والبزمول الانتيمول شنو والبزمول فاق فلز هذه خليها عندك على ورقة بصف الكتاب من تقرأ هيتش جزئ على المشارع على الودا تخرب نجلس الشينا عدنا عدنا زمرة سالس عائلة الأكسجين الأكسجين عن صلاف الازدي يقع في الزمرة السالسة ستة عيوة شكل واحد عشر بالمية من الهواء وستين بالمية تقريبا من كدلة جسم الإنسان زينا السالسة والأكسجين ما يشكل ستين بالمية من جسم الإنسان الأكسجين يدخل بتركيب الماء إذا تذكروا الماء تركيب H2O فإذا الماء سبعين بالمية من جسم الإنسان هل يحسب التركيب أو الموجودة من خلال المركبات الموجودة بها الأنصر وخمسين بالمية تقريبا من كتلة القشرة الأرضية بحث شنو عدنا نزل للماء الكبريت شبي الكبريت أنصر لافلزي يوجد بكثرة في العراق هنا أعطى ما الكبرى اللي دمرتنا بعناصر وخيرات كومة على مدعا يدمروني فنجل الكبريت أنصر لافلزي يوجد بكثرة في العراق يستخدم وين في صناعة المطاط وحاول الكبريت السيلي نوم أنصر لافلزي موصل للكهرباء بوجود الضوء شرط موصل للكهرباء بوجود ضوء الشمس واضح طلاب؟ إذن عناصر عندي هنا في هذه الزمرة لدينا ثلاثة الأوكسجين والكبريت والسيلي نوم هنا عناصر لافلزي هسا نجل الزمرة السابعة عائلة الفسفور شنو صلح هنا هنا؟ عائلة الفسفور نسميها الهالوجينات انتبه لطلاب ركزوا يال نسميها شنو الهالوجينات شنو تعريف الهالوجينات هي العناصر الخمسة التي تقع في الزمرة السابعة سبع أي في الجدول الدوري وجميعها عناصر لافلزي واضح طلاب؟ تعريف مهم الهالوجين شنو دي زين؟ حسنا عرفنا تعريفه لماذا هو الهالوجين؟ الهالوجين معناته مكون الأملاح مكون الأملاح وأبسط دليل على دليل لدينا الأملاح دائما نستخدمه وملح الطعام لأنه الهالوجينات تتحد مع الفلزات لتكوين الأملاح مثل كلوريد وصوديوم عندي أنا شنو؟ بالزمرة السابعة عندي كلوريد اتحد وياما وينفلز لي هو صوديوم انطاني كلوريد وصوديوم لي هو ملح الطعام لكن كل ما أرى ملح يقول هذا الهالوجين من التحد ويامفلز صار عندي ملح لي هو عن أي سعر الزمرة الثالثة الزمرة الثامنة عائلتي هيلو سميت بالغازات النبيلة شوفانج قلت لكم بالبداية أنا ما كانوا يقولون أن هذه النبيلة ما تتحد ويغير سميت بالغازات النبيلة لأنها لا تتحد مع العناصر الأخرى بيش بسبب كون مداراتها الخارجية ممتلئة بالالكترونات بس حديثاً معلومات حديثة أن هذه العناصر لا بيها تفاعل الثاني شيء تعتبر يعفو يعتبر هيلو أخاف أنصن بعد الهايدروجين وتملأ به المناطي شايفين هذه المناطي بها نار هذه النار تنطين هيلو ينفق به المنطاد سيصبح خفيفة وزنه سيصعد لفوق يرتفع آخر شيء يستخدم النيون يستخدم النيون في صنع مصابيح النيون موضوعنا لهذا اليوم نيوي الشبه فلز واللافلز واستخدام عفو خواصر عناصر بالنسبة لمواقعها بالجدول الدوري والزمر اللي أخذناه هسه هذا كل مطلوب منك مراجعة في الدول راجعة لأن موضوع كل شيء مهم وين مو بس هسه بصفاصلك هذا لا حتى متتقدم باقي الصفوف حتى من توصل بالجامعة لأنه تحتاجين فشكرا لكم لين قدرتوا توصلوني لها المرحلة مثل ما نقولك اروحك اروح العاب اشرب شاي ما يعيش مع السلام زوروا موقعنا على شبكة الانترنت www.almerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة